موسيقى حياكم الله و مشاهدين الكرام أسعد الله و قاتكم بكل خير أهلا و مرحبا بكم في برنامج المؤشر و مع هذه الفترة الثانية نتابع معكم رابع جلسات هذا الأسبوع بداية جلسات هذا الشهر نتابع هذا اللون الإيجابي على السوق رغم تراجع السيولة مقارنة في سيولة الأمس لأن المؤشرات في منطقة الخضراء 23 نقطة خضراء للسوق العام و كذلك أيضا السوق الأول 27 نقطة و الرئيسي 16 نقطة و نتابع إن شاء الله تباصيل هذه السيولة الضعيفة و أيضا التماسك نوعا ما لشركات القيادية و النشاط الواضح على شركات السوق الرئيسي نتابع إن شاء الله كل هذه التفاصيل من الزميل عايد من استوديوهاتنا في بورصة الكويت تحييك الله أبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا رائد هي جلسة إيجابية خضراء لكن القوة الشرائية ضعيفة للغاية تراجعات لبعض الشركات في السوق الرئيسي السوق الأول لا ارتد لبعض التراجعات أقل بشركاتها في جلسة أمس اليوم ارتداد جيد و ارتداد سريع و نشاط واضح لبعض الشركات و كميات تداول كبيرة جدا خاصة العقارات الكويت اليوم و كذلك بعض الشركات كالاستثبارات الوطنية و الصناعات الوطنية هذه الشركات هي الأبرز تقريبا تداولا في السوق الأول أما السوق الرئيسي فوضعيته يعني مضاربة حاضرة على أكثر من شركة كميات تداول كبيرة جدا وخاصة مجموعة المدينة لذكرت أمس أنا أن فيها نشاط واضح لأن النشاط استمر في هذه الجلسة ودخول غو جدا عن المستثمرون وعلى آن و بعض الشركات الأخرى فيما هناك مشاهدين الكرام عملية جني أرباح على بعض الشركات التي ارتفعت في الفترة الماضية نذهب باشرة المؤشرات و ستكلم عن سوق كل مشاهدين الكرام نشوفوا المؤشرات ولكن ما قلنا سولة هي أضعف سولة في فترة الأخيرة بالأربعينات هلنا تعودنا على الخمسينات تعودنا على الستينات فترة الماضية أمس 91 أمس حالة استثنائية لكن اليوم لا اليوم واضح مشاهدين الكرام بأن الوضع يعني شوية بداية الشهر والكل متردد بعد ثلاجعات الأمس لكن بعد يوم يومين أعتقد أنها تطرح الأمور ومن ثم إن شاء الله نرى سولة إيجابية نرى قوة شرائية كبيرة جدا إن شاء الله في هذه الجلسة أما بالنسبة مشاهدين الكرام في هذه اللحظات نلاحظ 27 نقطة للسوق الأول وكذلك نلاحظ السوق الرئيسي 16 نقطة ونصف النقطة السوق العام 23 نقطة و17 نقطة والسولة واضحة مشاهدين الكرام في هذه الجلسة السولة يعني قاعد نشوفها 42 مليون و250 تقريبا فيما الوطني مرتفع حاليا بفلسين ودخول غوي جدا على الوطني بإغفال المزاد دخول غوي جدا على الوطني مشاهدين الكرام بإغفال المزاد ووضعية واضحة جيدة في نهاية هذه الجلسة للوطني الوطني هو الأفضل وهو الأبرز خنشوف بيتك بيتك كذلك بطلبات جيدة و422 ألف بالحد الأعلى بانك بوبيان كمية بسيطة جدا لكن خنشوف بقية الشركات تصراحة وطنية اليوم 3 فلس المباني كذلك بوضعية ممتازة 10 فلس ارتفاع عن عقارات الكويت 5 فلس الامتياز بفلس اللاحظة تراجع على الكيبلات تراجع لبوبيان متكماويات ارتفاع لعقارات الكويت 5 فلس اليوم عقارات الكويت غير شكل اليوم 32 مليون المباني مشاهدين الكرام 10 فلس منذ ذكرة لنا صناعات وطنية 3 فلس تراجع الكيبلات تراجع بوبيان متكماويات استقرار لقرين إجليتي ب5 فلس ودخول قوي جدا لإجليتي 232 بالحد الأعلى لكن تُعرض 950-195 ألف زين تتراجع بقوة زين تتراجع بقوة حتى العرض بإقفال المزاد أكثر من الطلب أكثر من الطلب في منصوب 8 فلوس ارتفاعا ألافكو بفلس مشاهدين الكرام للمتحد البحرين 6 فلوس ارتاد طيب بنكواربا فلسين ميزان 18 فلس لميزان 18 فلس لميزان في هذه الجلسة المتكامل على استغرار شمال الزور فلسين ونلاحظ شركة البورصة التي تتراجع ب5 فلوس في هذه الجلسة ولكن الطلبات ممتازة قعزي الطلبات الوطني الوطني قعزي الطلبات بصورة ملحوظة مشاهدين الكرام ونلاحظ الوطني ارتفاعات قياسية للوطني أما بالنسبة للسوق الرئيسي فنلاحظ عندي المتحد ب4 فلوس عندي الكواتية بفلس عندي الخصوصية باستغرار عندي مساكن كذلك بيرتفاع الدلقان بيتراجع ب5 فلوس العيد بفلس نلاحظ التسليلات كذلك المتراجعة بفلس مشاهدين الكرام إيفا لاحظ في هذه اللحظات أعتقد أننا دشين 35 خلاص ما في تغيير الحين المزاد سيكون هنا دخولنا في المزاد كامل إيفا بفلسين تراجعا البيت ب3 فلوس تراجعا في هذه الجلسة رغم أن البيت أعلن أن شركة ثروة ستكون صانع السوق ثروة ستكون صانع السوق على البيت وكان البيت في ضغط بيع لكن لما علننا عن شركة ثروة تغير حال البيت لأوراق المالية ورأينا ارتفاع جيد إلى مستوى الـ 104 مطلوبا ولكن الضغوط البيعية التي حدثت على بعض الشركات وخاصة منها من ضمنها البيت تراجعا في هذه الجلسة إلى هذه المستوات الوضع العام بالنسبة لصناع السوق جيد في فترة أخيرة أقل من الشركات التي حطت صانع السوق ووضعها أفضل من غيرها تماسك كمية تداول كبيرة جدا حفاظ على المستوى السعري حتى وتراجع يوم يومين يرجع مرة ثانية لذلك لا بد من معظم مجال السدارات أن يعين صانع السوق لأسوم حتى تدفق السيولة وكذلك الحفاظ على مستوى السعري لهذه الأسوم نكمل معاكم مشاهدين الكرام باقية الشركات في السوق الرئيسي قبل أقفال المزاد ومن ثم نعود إن شاء الله للسوق الأول والتحديدا ووضعيته في هذه الجلسة ونأمل إن شاء الله أقفال مزاد مميز لبعض الشركات نشوف معاكم مشاهدين الكرام المركز المالي فلسين كميفك بأربع فلوس الأولى بنصف فلس ارتفاعا الخليجي مستقر الخليجي وضعيته اليوم كان تراجع إلى مستوى تقريبا 15 فلس أو 16 فلس لكن سرعان ما تغير الوضع للخليجي ورأينا فيه ارتفاع جدا جيد أما بقية الشركات عيان على تراجع بفلس وبيان كذلك عيان تراجع أكثر تعرض بالحد الأدنى عيان نص مليون نص مليون تتراجع كامكو ثلاث فلوس ارتفاعا الوطنية دولية القابضة صعود فلسين مدار على استغرار يونيكاب بتراجع ادينا ست فلوس بالسلام بارتفاع صكوك كذلك بتراجع نور مثل فلوس مستوى 390 لنور رح ترتفع أكثر نور 292 في نهاية الجلسة التمديل الاستثمارية 24 فلس بعد أن فقدت مكاسب الأمس بإغفال المزادة اليوم تغير الوضع اليوم تغير الوضع مشاهدين الكرام لهذه الشركة ونشوف وضعية هذه الشركة مشاهدين الكرام في نهايتها واللاحظ مشاهدين الكرام بعض الشركات الأخرى تراجعات الكويتية الاستثمار رح تراجع أكثر الكويتية الاستثمار ضغط بيعي في نهاية هذه الجلسة واعتقد أن حاليا ثواني وندشق فالي المزاد رح أرد ما رح أكمل أنا ما في وقت مشاهدين الكرام عشان أكمل بقية الشركات الأخرى الوطني زاد الطلبات بيتك كذلك يعني الطلبات لبيتك الوطني أفضل من العروض أفضل من العروض فيما بقية الشركات خاصة يعني زين زين الطلب 261 والعرب بالحد لدنا 305 ومتراجع 3 فلوس رح تراجع أكثر زين اللحظ كذلك بعض الشركات مشاهدين الكرام الجيلة الطلب زاد الحين أفضل من العرض الطلب زاد أفضل من العرض في نهاية هذه الجلسة واعتقد نحن غابغ أوسين أو أدنى مشاهدين الكرام في الدخول للمزاد وباجي تقريبا 15 ثانية ومن ثم الدخول إلى مستوى الثمانية وثلاثين خلنشوف وضعية بعض الشركات خلنشوف وضعية بعض الشركات لا في تراجعات في تراجعات مشاهدين الكرام لبعض الشركات في تراجعات واضحة لأكثر من شركة في تراجعات واضحة لأكثر من شركة في نهاية هذه الجلسة. والملاحظ بأن الضغوط البيعية على بعض الشركات. لكن إن شاء الله نعد تعدل أوضاع. أعتقد السوق الأول لا. وضعيته أفضل. السوق الأول وضعيته أفضل من السوق الرئيسي. السوق الرئيسي مرتفع 16 نقطة نص نقطة. سيولة 16 مليون. يعني لحد الآن السوق الأول بسيولة أفضل فترة الأخيرة. السوق الرئيسي لا. لما الحين السيولة صارت أضعب في قلة الكميات. انخفضت حدة المضاربات. بعد أن كانت مضاربات كبيرة جدا. الحالية لا تغير الوضع. حاليا المشاهدين الكرام بدخول في المزاد. أعتقد اللحظات الأخيرة. ونشوف ما سيحدث في نهاية هذه الجلسة. مع بعض الشركات. واللحظات الأخيرة. نشوف بعض الشركات الأخرى. الكويتية ستتراجع في السين. ستتراجع في نهاية هذه الجلسة. الخصوصية. ها هو الأقفال. ها هو الأقفال. المشاهدين الكرام. ها هو الإخفال في نهاية هذه الجلسة ها هو الإخفال في نهاية هذه الجلسة اللاحظوا مشاهدين الكرام 30 نقطة للسوق الأول 17.17 نقطة للسوق الرئيسي والسوق العام 26.5 نقطة يعني ارتفاعات جيدة في نهاية الجلسة والسيولة 46 مليون ونص الوطني ارتفع 3 فلوس الخليج على استغرار دولي بفلس بورقام بفل 4 فلوس بيتك تراجع فلسين بوبيان 6 فلوس استغرارات الوطنية فلس مشاريع على تراجع الامتياز باستغرار عقارات الكويت 5 فلوس 5 فلوس ارتفاعا والمباني 10 فلوس والصناعات الوطنية فلسين فيما تراجعت الكابلات 8 فلوس بوبيان 7 فلوس القرائم فلسين التراجعات واضحة مشاهدين الكرام من جلس ترتفع 6 فلوس كانت 5 فلوس زيني تراجع 3 فلوس هومنسوفت ب4 فلوس ارتفاعا مع الهل الاتحاد البحريني 7 فلوس الهل المتحدة سرعان ما عاد الهل المتحدة البحريني إلى الصعودة بعد أن كان متراجع كثيرا في جلسة الأمس في شركات ردت مرة ثانية المتكاملة على استغرار ميزان 18 فلوس وشمال زور فلسين وشركة البورصات تراجع 8 فلوس في نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام ونلاحظ الوضعية الإيجابية لبعض الشركات وضعية إيجابية لبعض الشركات بإغفالات المزاد الملاحظة عندي الكويتية تراجع فلسين الشراء ما بعد المزاد حاليا الشراء ما بعد المزاد دعيان 154 حاليا المباني ونفست اللحظة الكويتية فلسين ندلقان بخمس فلوس تراجع عن العيد تراجع كذلك بيت الأوراق المالية ثلاث فلوس تراجع عن أرزام بفلس المركز المال لفلسين كميفك بأربع فلوس الأولى بأربعة أشار فلس الخليجي يرتبع فلس في نهاية هذه الجلسة أعيان على تراجع فلسين ونلاحظ بقية الشركات كامكو بفلسين ورطانية دولية القابضة كذلك فلسين نلاحظ الديرة ست فلوس ارتفاع عن السكوك على تراجع التمدين الاستثمارية 24 فلس آسيا بنصف فلس ارتفاعا نلاحظ الكويت التأمين 14 فلس خليجي التأمين على تراجع وهي التأمين على تراجع وربل التأمين كذلك بيتراجع وثاغ التأمين التكافل بيرتاع المتحدة عقلات المتحدة تتراجع في هذه الجلسة فلس وعشر الفلس الوطنية العقارية كذلك مشاهدين الكرام تتراجع بفلس التمدين العقارية بفلسين نلاحظ بغية الشركات كعربية عقارية بستة عشار الفلس التفاعل والإنماء ثلاثة عشار والمستثمرون ثلاثة عشار الفلس التجارية فلسين سنان بارتفاع العقارية عقار الشركات العقارية اليوم جيدة مزايا كذلك ترتد بعد سلسلة من التراجعات الحادة في الفترة الماضية تجارة كذلك نشوف دبي الأولى مدينة العمال كذلك تتراجع مشاهدين الكرام فلسين مدينة العمال معروضة حالي ثلاثة ثمانية مدينة العمال مليون سبعمية وواحد واربعين مدينة العمال تداولها في هذه الجلسة بورتلند. السكب المعادن على تراجع أسيكو في تراجع فلس واحد في هذه الجلسة. ونلاحظ الكوت 25 فلس تراجعا. الكوت 25 فلس بسهم واحد. المعدات على ارتفاع. نلاحظ وربا كابيتل. السينما بارتفاع والسينارجي التعليمية. التنظيف على تراجع مع مركز سلطان. أريده بستة فلوس الرابطة المتراجعة في هذه الجلسة. الأنظمة المعاملة. 11 فلس التخصيص بنص فلس بعد دخول شركة الغليم. عبد الرحمن السعيد وشركة الغليم بارتفاع الملكية ودخول مالك جديد بستة ونص بالمية تقريبا. نلاحظ امتيازات بارتفاع قياسي. 14 فلس فاصلة سبعة. أكثر الشركات صعودة. تحصيلات كذلك. فيما نلاحظ أسوس اليوم بارتفاع نصف فلس. المشتركة فلسين. أولى وقود بفلس. بعض الشركات المشاهدين الكام. نلاحظ الآن كذلك اليوم نشطة. اليوم داولة 18 مليون. 14 ونص مطلوبة. نلاحظ منتزهات كذلك بارتفاع. يأكل طبيعي على تراجع الجزيرة بارتفاع في وشركت. بتراجع مع جياد والمواشي. وارتفاع السبنت الأبيض والقابضة المصرية. وكذلك جي أف إتش فيما أونفستيب. تعد كثيرا عن مستوى الثمانية وتسعين. ونلاحظ مشاهدين الكرام. لاند العقارية والمنار في المنطة الخضراء. هي جلسة إيجابية. مشاهدين الكرام في نهايتها. وسيولة تقفز حاليا مع الشراء الأخير في المزاة 47 مليون ونص تقريبا. ونلاحظ فعلا ارتفاع لبعض الشركات التي تراجعت في جلسة الأمس. وخاصة شركات السوق الأول. وهذا أمر إيجابي. وهذا يدلع دلالة قوية جدا على قوة السوق. مشاهدين الكرام بالفترة الحالية. نعمل جلسة ختام الأسبوع. أن تكون أفضل حالا من أول جلسات بداية سبتمبر. إن شاء الله ثاني جلسات سبتمبر تكون أفضل حالا. نرى الوضعية أكثر إيجابية. خاصة من ناحية السيولة. وكل شكرا لك رائد. ولمشاهدين الكرام. شكرا لك عائد. أعطيك العافية. إذا مشاهدين الكرام. رابع جلسات هذا الأسبوع. وأولى جلسات هذا الشهر. كانت على هذا النحو ضعف القوة الشرائية في السيولة. مقارنة في جلساتنا الماضية. لكن أيضا نتابع إن شاء الله تفاصيلها بصورة فنية وحركة المؤشرات. وهذه ارتداد الإيجابية. بعد أن بدأنا في تراجعات لهذه الجلسة. مع ضيفنا. والوقفة الأسبوعية. المحلل الفني. الأستاذ نواف العون. حياك الله بساعد. أهلا. مرحبا فيك. حياك الله. خيرا. دحيك. وحيا الساعدة المشاهدة. حياك الله. تعليقك على جلسة اليوم. تعليقك على السيولة. أيضا على نوع ما التماسك على المنطقة الخضراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شفنا عمليات التراجع التي تمت أمس. وشفنا عمليات الضغط. بسبب إعادة أوزان MSCI بالنسبة للسوق الكويتي. وهذا الأمر الذي سبب بنوع من القلق أو المتابعة أو عمليات التخارج والبيع بالنسبة للأسهم القيادية. لذلك وجدنا هناك ضغط على الأسهم القيادية منذ بداية الجلسة. والتي على أساس تكبدت مؤشر السوق الأول أكبر خسارة بالنسبة لبقية المؤشرات. إذا ما قارناها في مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الرئيسي. لأن في جلسة الأمس رغم عمليات التذبذب بالنسبة ل مؤشر السوق الرئيسي استطاع أن يحقق قمة سعرية جديدة. وصلنا من خلال مستوى 5525. إلا أنه تراجع وأقفل في المنطقة الحمراء. إحنا أمس أننا نتكلم عن قفالات شهرية. نلاحظ أن الأداء الشهري كان جيد. استطاع مؤشر السوق الأول أن يتجاوز أكثر من ثلاثة ونصف بالمية ارتفاع خلال شهر أوغسط. بالإضافة إلى مؤشر السوق العام أيضا استطاع أن يحقق تقريبا ثلاثة بالمية ارتفاع. يأتي التواضع فقط من قبل مؤشر السوق الرئيسي. والذي يحقق ارتفاعات بنسبة واحد بالمية بارتفاع تقريبا ستين نقطة. هذا الانطباع يعطينا إشارة جيدة على استمرار عمليات الصعود. بالإضافة إلى تحقيق المؤشرات مستويات قياسية جديدة. والذي على أساس نتوقع أن تستمر الحركة الإيجابية للفترة القادمة. وأن تستمر الحركة الصعادة بالنسبة للمؤشرات بشكل عام. الآن نحن يمكن دخلنا في الربع الثالث. والربع الثالث الآن نلاحظ من خلال إعادة تمركز بالنسبة لكثير من الأسهم القيادية والأسهم اللي لديها أرباح. خصوصا بعد أن تظهر بيانات الربع الثالث. سيؤكد عملية طبعا مسألة التوزيعات واختيارات المستثنين بالنسبة لإعادة المراكز أو بناء المراكز بالنسبة لكثير من الأسهم القيادية والأسهم المحملة بالأرباح. نبدأ مع بداية المؤشرات. مؤشر السوق العام اليوم عند 6,813 نقطة. نعم طبعا مؤشر السوق العام. تكلمنا في السابق بأن هناك هدف عند مستوى 6,700 بعد عملية التذب دبوء التصيح الموقت بالنسبة لحركة مؤشر السوق العام واللي استطاع من خلالها أن يحافظ على مستويات الدعم واللي ارتد من خلالها. ووضحنا بأن هناك هدف عند مستوى 6,700 مجرد ما أن يتم تحقيق هذا الهدف. ستكون هناك حركة صاعدة إيجابية للفترة القادمة. لو ننتقل للشارت التالي سنلاحظ أيضا بعد ما تم تحقيق هذا الهدف ذكرنا بأن هناك مقاوم عند مستوى 6,750 واللي طبعا استطاع أيضا تجاوزها مؤشر السوق العام بتداولات عالية وسيولة كبيرة خلال الأسابع الماضية. هذا الأمر الذي أصبح بالنسبة لنا يؤكد لنا استمرار الاتجاه الصعد وقوة هذا الاتجاه. واللي من خلالها سنستهدف مستوى 6,900 وخمسة كهدف قادم. خصوصا بالثبات فوق مستوى 6,750 مستوى المقاومة السابق واللي استطاع تجاوزها واللي حولها إلى مستوى دعم جيد. الآن نحن نتكلم في مستويات فوق مستوى 6,800. على أثر هذه الحركة نتوقع إن شاء الله استمراريات عملية الصعود وتحقيق هذا الهدف. الدعوم الحالية أصبحت إلى حد ما تعتبر بعيد عن المستوى الحالية. لكن نعتقد بمحافظة مؤشر السوق العام في أي تراجع إلى مستوى الدعم القريبة. أقربها عند مستوى 6,750 واللي إن شاء الله نتوقع الارتداد منه لو كان هناك أي حركة تصحيحية الفترة القادمة. ممتاز. السوق الأول الآن 7,462 نقطة. نعم. مؤشر السوق الأول وضحنا في السابق بأن هناك مقاومة عند مستوى 7,265. واللي طبعا وصلنا لها في حركة مؤشر السوق الأول. واستطاع تجاوزها. ووضحنا بأن هناك هدف عند مستوى 7,430. انتقنا للشارت التالي. سيوضح لنا عملية اختراق مستوى المقاومة 7,265. وعادي اختبارها وتحويلها إلى دعم. وتجاوزنا بعض المستوىات الهامة. الآن نتكلم عن تحقيق هدف 7,430. وعملية التراجع. التراجع الآن يعتبر تراجع محدود. نتوقع استمراريات عملية الصعود. وتحقيق الهدف التالي عند مستوى 7,590. أو نقول مجازا 7,600. يعتبر مستوى مستهدف. ونتوقع إن شاء الله حتى في حال الوصول إلى هذه المستوىات أي تصحيح في الوقت الحالي من هذا المستوى أو المستوىات القادمة. ستكون تصحيحات مؤقتة. ومن ثم نستمر في الحركة الصاعدة. نعتقد بممشر السوق الأول لديها أهداف أعلى من ذلك. لكن نحن نحاول نحدث أول بول. ونحط أهدافنا بشكل قريب وبشكل لحظي خطوة بخطوة. حتى يتم تجاوز كل مستوى. ويتم تحديث التحليل لتحديد المستويات القادمة. إن شاء الله. الآن السوق الرئيسي 5,525 نقطة. نعم. مؤشر السوق الرئيسي في السابق ذكرنا بأن هناك مقاوم عند مستوى 5,465. كنا نحتاج إختراق هذا المستوى حتى يتم تحقيق الهدف 5,510. وانتقنا للشارت التالي راح نلاحظ أسبوع الماضي تم تحقيق الهدف 5,510. بدأت هذه التراجعات لاختبار مستوى الدعم 5,465. ولمجرد ما أن تم الوصول إلى هذه المستوى. تمت الارتدادة مرة أخرى. اليوم نحن تجاوزنا مستوى 5,510. بقاء المؤشر فوق هذه المستوىات إشارة إيجابية. لدينا هدف قريب عند مستوى 5,580. نفصل عنه أقل من 60 نقطة تقريبا. نعتقد إن شاء الله أن يكون تحقيقه خلال الأسبوع القادم. ومنها إن شاء الله راح نشهد حركة أكثر حدة وارتفاعات مستمرة بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي. الأمر اللي ينعكس على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة للفترة القادمة. هناك أهداف تتجاوز مستوى 5,700 بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي. لكن نحتاج على الأقل أن يتم تحقيق هذا الهدف لتحديث الحركة السعرية بالنسبة لمؤشر السوق الرئيسي. وعلى أساسها نكون متأكدين من تحقيق الأهداف القادمة. ومن خلالها راح نعرضها في برنامجكم الكريم إن شاء الله. بإذن الله. سؤال أخير بس عن السوق الأول. أرجع لك فيه شوية. هل متوقع وفق المعطيات وفق المسار للسوق الآن وأيضا مؤشر السوق الأول أنه ممكن نشهد المرحلة المهمة 7,600 نقطة في هذا الربع الأخير؟ أم أنه لا. ما زالت غير واضحة؟ نحن إلى الآن نتوقع إن شاء الله أن يتم تحقيق هذا الهدف وتجاوزه خلال الفترة بسيطة. نتحدث إلى قبل نهاية العام. نتوقع أن يصل المؤشر للمستوى 7,800 خلال الفترة القادمة قبل نهاية العام. والذي على أثرها إن شاء الله سنرى إذا كان هناك حركة تصريحية قد تكون تقريبا عند هذه المستوارات. وعلى أثرها سنحدد هذا التصريح. ما إذا كان تصريح شامل بالنسبة للموجة أو تصريح فرعي موقت. لكن المعطيات والأمور التي نراها في الوقت الحالي تدعم عملية الصعود وتحقيق هذه الأهداف. بإذن الله شكرا لك. أعطيك العافية المحلل فني الأستاذ نوافل. إذن مشاهدين الكرام نستكمل الحديث أيضا معكم ونأخذ رأي ضيفنا الصحفية الاقتصادية لأستاذ ناصر الخالدي من استوديوهاتنا في بورصة الكويت من هناك. ليطلعنا على قراءته وتعليقه على جلسة اليوم. حياة أستاذ ناصر. ياهلا ومارحبا فيك. مساء الخير وخير رائد. أهلا وسهلا فيك. أهلا مساء النور. أستاذ ناصر 6813 نقطة السوق العام. أيضا السوق الأول رغم تراجعات. رغم تصحيح. رغم الضغطات البيعية. إلا أن نجد أيضا ماسك على مستويات معينة 7460. ما تتجاوز 7460. تعليقك على مؤشرات السوق. وأيضا في خضم حديثك عن جلسة اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم فيك رايد وفي جيميل أخوات والأخوة. طبعا جلسة اليوم جاءت يعني كجلسة أولى للشهر الحالي. ما بعد جلسة فوتسي بالأمس. أنا أعتقد أنها رغم هذا التذبذب والتباين في بعض التحركات والدولات وأقلاغات الأسهم. إلا أنها جاءت يعني مطمئنة نسبيا بشكل عام. طبعا حصل هناك نوع من 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 التباين ومن التذبذب. نوع من الضغوط المتعمدة على بعض الأسهم. يعني لاحظنا مثلا على سبيل المثال أن هناك تحرك اليوم مثلا على أسهم لمجاميع شعبية. لكن هناك ضغط وبيع على أسهم معينة. مثلا في مجموعة إيفا تم التركيز على إعقارات الكويت. بينما تم الضغط على الأسهم الأخرى. أنا أراها هذه يعني غير مبررة. لكن هذه تكتيكات مضاربين وتكتيكات ملاك. أيضا هناك ضغوط كبيرة على أسهم يفترض أن تكون واعدة بالسوق الرئيسي. مثل مركز المالي والكويتية والمشاريع. وأيضا حتى الاستثمارات الوطنية. كان هناك نوع من التماسك النسبي الوطني العقاري. طبعا أنا أتكلم رائد عن الأسهم الموعودة بترتيبات وطبقات. وهناك حديث إيجابي بشأنها. بالإضافة إلى الأسهم الأخرى. أسهم السوق الأول لاحظنا برقم العمليات العمليات البيعية على الوطني وعلى بيته. إلا أن هناك تماسك نسبي لإقلاقاته. وأيضا لاحظنا أن هناك تحرك مؤسسي من قبل المحافظة المالية المؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقوم بدور فاعل في السوق على أسهم الصناعات وأسهم الزور وما شابه ذلك. بشكل عام رائد. يعني لا نستطيع الحكم مبكرا على التداولات هذا الشهر. ما بعد زخم الشهر الماضي. لكن بشكل عام أنا دائما عندي فكرة سبق طرحتها لحضرتك. أن طالما أن هناك أموال متدفقة وسؤولة متدفقة من كبار المتثمرين والمضاربين بالسوق. أنا أعتقد أن هذا الشيء مطمئ جدا. ويدعو إلى الضمانينة وأيضا الثقة مستقبلا. نعم. أستاذ ناصر. وفق إعلانات السوق اليوم برصة كويت تسجل شركة الإستثمارات الوطنية كصانع السوق على سهم شركة الخريج الكابلات. تعليقك على هذه النقطة. وأيضا تأثير صانع السوق على الأسعار. هل مثل ما هو دارج أنه ممكن صانع السوق يغير أو يرضى على هذه الأسعار في هذه الشركات. سواء كان في شركة هذه أو غيرها أو غيرها. يعني تأثير صانع السوق أيضا في مثل هذه المرحلة على السعر حاليا. نعم. نشوف رائد. أنا لرأي خاص في هذا الأمر قد يزعج البعض. ويزعل بعض. صانع السوق هو دور حقيقي. وتكتيكي على الأسهم وآلية حركتها. لكن أيضا نلاحظ هناك رائد أنه عندما تعلن. بغض النظر عن استثمارات الوطنية. استثمارات الوطنية سهم محترم ورائد ومحوري. وتحرك على سهم البورسة مستحق وقوي جدا. لكن نتكلم عن سناع السوق آخرين عندما يكون هناك تحرك أو اتفاق ما بين شركة ما وصانع السوق. قالبا ما يتم الضغط على السهم بشكل غير مبرر. وعمليات بيعية. هذه العمليات البيعية تكون دائما تخسر المتداولين. وخصوصا اللي ما عندهم خبر أن هناك اتفاق ما بين صانع السوق والشركة. أنا أعتقد طالما طرحت حضرتك هذا السوق. دائما صانع السوق يحاول أنه يعني يشتري السهم في أسعار معينة حتى يتحرك فيها. وهذا شيء منطقي ومبرر. لكن لو يتم الاتفاق خارج من السوق ما بين الشركة. هو ميصان السوق لإقتناءه. نسبة معينة من السهم حتى يتحرك فيها. أنا أعتقد أفضل. لكن بشكل عامر. كثرة صناع السوق على الأسهم. أنا أعتقد هذه نقطة إيجابية جدا. ومتقدمة بالسوق الكويتي. يعطيك العافية. كل الشكر لك الصحفي الاقتصادي. لسهد ناصر الخالدي. شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر دائما. وأبدا نقاكم على خير إن شاء الله. في تداولات الغد. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.